لجنة القوانين في البرلمان التوغولي تبدأ دراسة مشروع تعديل دستور 92900 المثير للجدل في البلاد على أن تحيله لاحقا إلى البرلمان لدراسته والتصويت عليه وسط جدل قائم بين الطرفين الموالي والمعارض للنظام بخصوص مأموريات رئيس الجمهورية وقد دخلت اللجنة المكونة من 11 عضوا أكثر من نصفها من نواب الحزب الحاكم في اجتماع مغلق لدراسة مشروع تعديل ويقول النواب المساندون لنظام فورنيا سينجبيه إنه في حال تم الاتفاق على تحديد مأموريات رئيس الجمهورية في التعديل المرتقبة فإن المأموريتين السابقتين والمأمورية الحالية لن تأخذ في الاعتبار وستكون البداية من عام 2020 حيث ستنظم البلاد انتخابات رئاسية جديدة وهو ما ترفضه المعارضة وتشترط أن ينص التعديل على أن لا يتجاوز الرئيس بأي حال من الأحوال مأموريتين في السلطة ويبدو أن نقاشا آخر قد يصاحب النقاش القائم بخصوص مأموريات رئيس الجمهورية حيث ينص التعديل المقدم للبرلمان على تحديد مأموريات نواب الجمعية الوطنية على بعد عام من حلول الانتخابات التشريعية وهو ما قد يثير المزيد من الجدل ويحكم فورنيا سينجبي جمهورية التوغو منذ عام 2005 وقد انتخب في العام 2015 لمأمورية رئاسية ثالثة من خمس سنوات وقد وصل فورنيا سينجبي سلطة خلفا لوالده يديمانيا سينجبي الذي أمضى ثمانية وثلاثين عاما رئيسا للبلاد إلى أن توفي في العام 2005 اشتركوا في القناة